بعد توجيه مجلس الوزراء بفتح تحقيق نأل محاسبة المقصرين بنقص الطاقة الكهربائية مع بداية فصل الصيف وتزامنا مع شهر رمضان وأداء الطلبة للمتحانات النهائية مسؤولون في الحكومة المحلية أرجع الأسباب إلى تواصل أعمال تصريف أحمال محطة بسمية الاستثمارية إضافة إلى الطاقات التي ستدخل إلى المنظومة بواقع ألفي ميجا واط بعد إنجاز الصيانات المبرمجة والسعي لإعادة خط ميرساد إديالة نحن عملنا على إضافة ألف ميجا جديدة بالتحديد لبغداد مما أدى إلى أن تعمل كوادر الصيانة وتعمل كوادر مديريات نقل الطاقة بالتالي أدى إلى حتى تشتغل لازم تطفل خطوط الرئيسية الناقلة بدل ما كانت تنقل من محطة بسمية 1500 ميجا أصبح التوليد اليوم المنقول لبغداد 2500 ميجا من محطة بسمية وبجانب الكرخ والرصافة تشهد أغلب مناطق العاصمة قطاعا كبيرا في التيار الكهربائي لم يعد يتحمله المواطنون حيث وصل في مناطق شرق القناة إلى عشر ساعات متتالية مع تلاعب أغلب أصحاب المولدات بجدول التشغيل دون أي تعويض بالتالي لم يبدي الشارع العراقية اليوم تفاؤلا بأي تحقيق أو أي استجواب تجريه الحكومة لملف الطاقة طلعوا حجة أنه محطة بسمية بها إشكالات وأكوصيانة وإدامة وعبرة الأسبوع ونفس الموضوع يعني أتساءل الناس صايمة رمضان وحارة وكذلك هناك امتحانات فشنو العمل يعني يا سيادة وزير الكهرباء وسيادة دولة رئيس الوزراء نحن نريد حل مواطنون آخرون طالبوا بضرورة معالجة ملفات الفساد التي أنهكت القطاع الكهربائي في البلاد والتي وصلت لأكثر من 30 مليار دولار حسب الأرقام الرسمية أعطت وفاة الموعد لا زال هو انقطاع الكهربائي مستمر يعني نحن نتمنى أن الحكومة العراقية لا بد تضرب يد من حديد على المفسدين لأن التيار الكهربائي دائما هو انقطاع مستمر فيما أشار مراقبون إلى أن موضوع الكهرباء سيبقى من المشاكل المستعصية منذ 14 عاما التي استنفذت طاقة وأموال الناس رغم الوعود والمحاولات البسيطة التي حسنت التيار الكهربائي بشكل طفيف لكن في المناطق والأحياء الراقية فقط أذن كل التحقيقات كل استجوابات التي أديها مجلس الوزراء أو مجلس النوب كلها فاشلة سوف يبقى اللصوص إلى أطول فترة ممكنة ما طول وجود محاصصة وتقسيم هوية عراقية على حساب مشروع وطني استبرق حسن الحرة بغداد